من فضلك إذا ممكن تعطينا التوضيح لما نتكلم عن الغفران والمصالحة كل واحد عنده استلاحاته وتعبيراته ومفهومه المعين ولسيما الشرق الأوسط وهناك الأديان لكن إذا ممكن تعطينا الفكرة من ناحية كتابية الغفران والمصالحة بوسي خنزر الموضوع دهو موضوع بيحتاج للتوضيح والتبسيط أكثر خصوصا لو أحبائنا المشاهدين مش من خلفية مسيحية أو مؤمنين بيحتاجوا لمعرفة الترمونولوجي أو المصطلحات اللي احنا هنستخدمها فمثلا لما بقول غفران هنتكلم عن إيه هو الغفران ومعناه بس لازم نشير إلى الصليب فقبل ما أدخل لموضوع الغفران أنا حابب أجف ثواني بالنسبة للصليب يعني كمسيحيين أنه أساس الغفران هو الصليب أو عمل المسيح على الصليب وهذا طبعا بدون أدنى شك بس بردو قبل الصليب أأكد على حاجة نحن نعبد إله واحد مثلث الأقانيم هاي اللي بيضعوا فيها أحبائنا المسيحيين ما هي دي نقطة ليلا عشان لما أتكلم على الصليب وأقنوه من ابن أو الله الظاهر في الجسد علشان ما يكونش فيه التباس فنحن نعبد إله واحد مثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس في جوهر واحد في جوهر واحد الله الظاهر في الجسد اللي هو أخذ جسدنا علشان يكون بديل عننا ويقدم نفسه ذبيحة عن خطيانا لغفران خطيانا هو الرب يسوع المسيح الظاهر في الجسد وهنتكلم على المذبح الذي قدم عليه وهو الصليب فتوضيح مفهوم الصليب أنا بكرر وبأعلي صوتي كالصوت صارخ في البرية نحن لا نعبد الصليب نحن لسنا عبدة الصليب لكننا نعبد المسيح المقام من الأموات نكرز به مصلوبا لليهود عثرة واليونانيين جهالة يعني اليهود اللي هم المتدينين اللي كانوا بيبصوا أن هذا العمل ده مش مفروض إزاي ربنا يسمح بكده واليونانيين اللي هم الحكمة والفكر شايفين أن هذا جهال بل هي حكمة الله وقوة الله فأول حاجة الصليب لسنا نعبده الصليب هو المذبح اللي قدم عليه الرب يسوع كذبيحة كذبيحة ودايما أنا بستشهد بصورة الصفات 107 اللي بتقول وفديناه بذبح عظيم ولما تكلمنا على عظمة هذا الذبح طبعا أنا بستخدم ده كنوع من القنطرة التي يعبر عليها الفكر للفكر إنه هذا الذبح العظيم عظمة الله العظيم هو الله الظاهر في الجسد اللي زبح على عوض الصليب دي أول حاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة